النهاردة كان فيه صور لافتة جدا ودايما توضح لك انه ممكن نقعد نتكلم عن الدراما هي بعيدة عن الواقع ولا قريبا من الواقع دايما ده بيبقى نقاش يعني بيضور بيبقى الموسم بتاعه في رمضان لكن مصنع عيسى الغانم النجم أحمد الساقة في ولد الغلابة كان النهاردة هو صور خارجة من وزارة الدخلية مشابه جدا للصور اللي كانت في ولد الغلابة بس ما كانتش ستروكس وما كانتش دراما دي صناعة مخدر صناعة محلية لمخدر أعلنت وزارة الدخلية أنها أبضت أو زبطت معمل كامل عشان يصنع الايس المخدرات المصنعة احنا الوقت برضو في عصر المخدرات المصنعة وفقا للوزارة قالت أنه فيه تشكيل عصابي كان هو اللي بيدور المعمل ده بيدور معمل محلي لتصنيع وتجهيز المخدر ده كان النتيجة بتاعته اللي بيخرج من المعمل ده بيتوزع ما بين الجيزة وما بين اسكندرية واللي تم مصادرته ميت كيلو من المخدر الميت كيلو دول قمتهم تقريبا داخلين على الربع مليار جنيه ترجمة نانسي قنقر